اشتركوا في القناة المملكة البحرين وبالازدهار الذي تشهده بفضل رؤية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر سموه في الرفاع صباح اليوم الدكتور نيك انجهين وزير الدفاع بجمهورية سنغفور الصديقة الذي يزور المملكة للمشاركة في أعمال منتدى حوار المنامة حيث بحث سموه معه العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات وخلال اللقاء اشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تشهده مسار العلاقات البحرينية السنغفورية من نماء وتطور مستمر يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز مجالة التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى أفاق جديدة تلبي المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين وأكد سموه حرص مملكة البحرين على تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية سنغفور الصديقة مشددا سموه على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالة الأمنية وفي كل ما يدعم تعزيز الأمن والاستقرار العالميين ونوه سموه بما تشكله جمهورية سنغفور الصديقة من نموذج رائد على صعيد التنمية والنهضة الاقتصادية في القارة الأسيوية وتجمع الأسيان مؤكدا سموه أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من الفرص والإمكانيات التي يمتلكها البلدان في ترسيخ نموذج متين للتعاون الثنائي المثمر وشدد سموه على أهمية تبادل الزيارة بين كبار المسؤولين في البلدين لبحث ودراسة آليات تطوير التعاون ارتكازا على ما يربط بين البلدين الصديقين من مذكرات تفاهم واتفاقيات للتعاون تغطي جميع المجالات من جانبه أعرب وزير الدفاع بجمهورية سنغافورة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه بدعم كل ما يسهم في تطوير التعاون بين البلدين الصديقين منوها بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في كافة المجالات ومؤكدا حرص بلاده على تنمية التعاون الثنائي وفتح مجالات جديدة تلبي تطلعات البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر